هذه أبرز العناوين عبد السلام ود يتير غضب المغرب بعد أحداث مباراة المغرب والجزائر تصريح مفاجئ من رئيس الاتحاد العربي على الاعتداء على لاعب المنتخب المغربي نوف العوام لا يدعو لمقاطعة كل حدث تحتضنه الجزائر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عبد السلام ود يتير غضب المغرب بعد أحداث مباراة المغرب والجزائر وصل الدوليو المغربي عبد السلام ود خروجه عن السطر في وصف الأحداث اللارياضية التي شهدت مباراة المغرب ضد الجزائر في نهاية بطولة العرب الإقال من 17 سنة وأن عبد السلام ود المنتخب الجزائري واتحادها منوها بما اسمه في خرجتي على الفيسبوك الأخوة وقيم الرياضة في الوقت الذي كان ينتظر الجمهور المغربية منشورا من ود يشجب فيه الاعتداء على لاعب عز القاصر وخرج عبد السلام ود عن السياق بالحديث عن الأخوة وقيام الرياضة التي لم يرى منها الجمهور إلا الخيال وانتقد متتبع صفحة ود على الفيسبوك منشوره داعين إياه إلى الاحتكام إلى العقل وزاد ود من غضب الجمهور المغربي حينما دعا منتقده إلى الخروج من صفحته في التصرف غريب وندد الصحفيون مغاربة المشاهد التي سيطرت على المباراة إذ كتب الإعلامي المغربي بقنوات بإنسبورت أمين السبتي أن الصور هي تحصل حاصل لمن أداع السم الذي أثر على النفوس الضعفة وشحن بين الشعبين جارين كرها بات اليوم أكثر من أي وقت مضى ملموسا على أرض الواقع والعالم الافتراضي تصريح مفاجئ من رئيس الاتحاد العربي على الاعتداء على لعب المنتخب المغربي نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإنفلات الأمن والاعتداء الخطير الذي تعرض له لعب المنتخب الوطني من طرف مضيفهم الجزائر وجماهيرها التي اقتحمت أرضية الملعب بعد نهاية المباراة وفي أول رد فعل وعكس ما كان ينتظره الجميع أشهد الاتحاد العربي لكرة القدم بتنظيم الجزائر لكأس العرب للمنتخبات أقل من 17 عاما وقال الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم في تصريحات صعفية عقب انتهاء مباراة نهائية التي فازت بها الجزائر على حساب المغرب بضربات الحض سعدنا باستضافة الجزائر لكأس العرب لأقل من 17 سنة وبهذه المدينة الرائعة وأشكر الجميع باللجنة المنظمة على كل ما قدموها ونشكر الاتحاد الجزائري على كل الجهود المبدولة مشاددا على أن كل المنتخبات المشاركة تشكر المنظمين على ما قدموه من مستوى تنظيم محكم كما شكر كل المنتخبات التي شاركت في كأس العرب لأقل من 17 عاما موضحا أن مثل هذه البطولات يتوخى منها الاتحاد العربي تطوير المواهب الشابة وهذه النسخة بالجزائر أتمرت في هذا الجانب مؤكدا أن رئيس الاتحاد يولي أهمية كبيرة للبطولات الخاصة بمنتخبات الشباب لافتا في السياق ذاتي إلى تنظيم كأس العرب لأقل من 20 سنة للعام التالي التواليا وغرد الحساب الرسمي للاتحاد العربي عبر تويتر شكر للاتحاد الجزائري لكرة القدم على الاستضافة الناجحة نوف العوام لا يدعو لمقاطعة كل حدة تحتضنه الجزائر عبر الإعلامي المغربي نوف العوام عن غضبه الشديد بعد الأحداث الارياضية والاعتداءات الوحشية التي تعرض لها أعضاء المنتخب المغربي لأقل من 17 سنتين بعد نهاية المباراة التي جمعتهم بالجزائر يوم الخميس برسم نهاي كأس العرب والتي انتهت للصالح الجزائر بدربات الترجيح وكتب العوام لا في حساب الرسمي على الانستغرام قائلا القوة الإقليمية الضاربة غير قادرة على تنظيم النهاي العربي للناشئين وضمان سلامة لعبي المنتخب الوطني المغربي الجار والشقيق وتبع قائلا يجب إعادة النظر في مشاركة المغرب بأي حدث تحتضنه الجزائر ولعل البداية تكون بمقاطعة القمة العربية بايتاس الحكومة قررت اتخاذ إجراءات قانونية بعد الاعتداء على أشبال الأطلس بالجزائر كشف مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة كشف أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات قانونية بعد الاعتداء على لعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بالجزائر مشاددا على أن الحكومة إلى جانب كل مكونات الشعب المغربي تقف مع هؤلاء الشبان الذين متلوا بلادهم أفضل تمتيل وأضاف أن الحكومة تتابع ملف الاعتداءات على لعب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما بالجزائر في نهاية كأس العرب للنشئين مؤكدا أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية على خلفية ما تعرض له منتخبنا في مواجهة الجزائر وأضح بايتاس أن الحكومة ستسلك كل الإجراءات القانونية لدى المحافل الدولية التي تشرف على تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية من أجل صون حقوق هؤلاء الشبان الذين رفعوا الراية الوطنية وأبانوا عن روحين رياضية كبيرة جدا لعب ملقى السابق هشان بوسفيان ينضم إلى صفوف الويداد الرياضي يواصل نادي الويداد الرياضي لكرة القدم تعزيز تركيبته البشرية بلعب نجدد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذكر موقع البطول أن الفريق الأحمر حسم صفقة جديدة ويتعلق الأمر بلعب ملقى الإسباني هشان بوسفيان ويعد اللعب بوسفيان خريج إكاديمية محمد السادس لكرة القدم ويبلغ من العمر 24 عاما وخاد مع فريقه 43 مقابلة في دور الدرجة الثانية الإسبانية يذكر أن الويداد عزز الصفوف بالعديد من اللاعبين في الميركات الحالية من بينهم همان باعوش وحميد أحداد الاتحاد العربي لكرة القدم يستعد لتوجه ضربة قاضية إلى الجزائر بعد الاعتداء على لعب المنتخب المغربي قال الصحفي الرياضي هشام رمان بشأن فرض عقوبات على الاتحاد الجزائري عقب الاعتداء الذي تعرض له لعب المنتخب المغربي للناشئين وقال أعتقد أن العقوبات ستكون من اختصاص الهيئة الرياضية والمعني هنا بالتحديد هو الاتحاد العربي لكرة القدم منظم البطولة وأشار أنه في حال اتخاذ الاتحاد العربي عقوبات فهي لن تتعدى إيقاف الملعب لكن فقط فيما يتعلق بالمنافسات التي ينظم هذا الاتحاد مع إيقاف بعض اللاعبين ودائما في إطار بطولة الاتحاد العربي مشددا على أن الاتحاد العربي ليست له سلطة كبيرة على الجامعات بالقدر التي تتمتع بها اتحادات قارية أو دولية وأضاف رمام المسألة في نظري هي أخلاقية أكثر منها قانونية لأن العراق بين اللاعبين شيء وارد وربما منتظر أكثر من لاعبين قصرين لكن ما ليس مقبولا أن لا تكون هناك تدخلات لإنهاء العراق وأن لا تكون الحماية بما يكفي لمنع الجمهور من محاولة الاعتداء على اللاعبين والسجل المتحدث أن الرياض بين المغرب والجزائر بشكل عام بل أغلب المعاملات بين الطرفين كانت دائمة بعيدة وفي منأة عن أي احتقان سياسي مسترسلا المشكلة أنه في المستقبل لا بد أن تتواجه الرياضة المغربية مع نظيرتها الجزائرية في جميع الأنواع فهل سنكون رادين عن نقل الاحتقان السياسي إلى الملاعب الرياضية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر